الاستمرارية دي في ليفربول عايز اقول لحضراتكم كمان من خلال خبرتي هناك في اوروبا عملية التعاقد انا هتكلم من ثلاث محاور المحور الاول هو محور اللاعب نفسه محمد صلاح اعتقد هو لعب الدور بزكاء شديد جدا جدا محمد صلاح يمكن في الانتربيو في خلال الاسابيع اللي فاتت من خلال وسائل الاعلام بيسألوه عن مستقبله مع ليفربول هو بكل قوة و بكل ثقة قال ان انا اتمنى ان انهي مشوار الاحترافي في هذا النادي وانه سعيد جدا جدا بتواجده في ليفربول و بكده يبقى محمد صلاح رمى كورة في ملعب ليفربول ده على مستوى اللاعب طيب على مستوى ليفربول خلينا اتكلم مع حضراتكم الامور بتختلف في عالم الاحتراف الحقيقي من خلال التعاقد مع اللاعب ليفربول عايز اقول لحضراتكم مش هو مش هو المان سيتي مش هو تشيلسي مش هو باريس سان جيرمان كل نادف فيه خاصة في البريمالليج ليه هواية مختلف و ليه سبونسر مختلف و ليه يعني مالك مختلف فليفربول خلال السنوات اللي فات و حضراتكم ما تشوفش انه اشترى لاعب بمئة مليون او مئة وعشرين مليون او حتى الترانسفير اللي فاتت كان من اقل الاندال اللي صرفت لاستقضاب لعيبة جدد في هذا الفريق وبالتالي انا حشح لحضراتكم ازاي عملية التفاوض في تجديد العقود بتتم هناك في اوروبا فيه ناس بتفكر على مستوى على مستوى الفلوس على مستوى طبعا الطلبات اللي بيطلبها محمد صلاح ويمكن فريق الاعداد كمان عندنا لستة بيمكن العشرة او حداشر لعيب في ليفربول بيتاخدوا كام لكن خلينا اتكلم حضراتكم على نقطة دية ان هما بيبصوا العقد محمد صلاح دلوقتي ومتطلبات محمد صلاح او طلبات محمد صلاح لتجديد التعاقب بيبصوا لها ناحية حسابية اولا بيقولك محمد صلاح ممكن يكون بيطلب بربعمائة الف جني استرليني اسبوعين وبالتالي لتجديد العقد اربع سنين ده ممكن يكلف خزينة النادي حوالي من 100 ال120 مليون باوند او مليون جنيه استرليني 120 مليون فبيقولك انا ممكن جدا هو مين المتاح دلوقتي بنجمية وقدرات محمد صلاح يكلفني من 100 ال120 مليون جنيه استرليني دي جزئية الناس بتفكر فيها زي ما بيقول لحضراتكم عملية التعاقد مش بس يعني آه حنجدد العقد ويلا نمضي الكلام ده مش موجود في أوروبا لكن عملية معقدة جدا عملية لها محاور كتيرة جدا أكيد على أولا مستوى الأداء وده اللي بقدمه محمد صلاح بشكل أكتر من رائع على المستوى كمان العمر على المستوى السني ده مهم جدا وبيتاخد في الاعتبار وخلي كمان أتكلم مع حضراتكم على ردود الأفعال في الدريسنج روم يعني تجديد محمد صلاح بطلبات محمد صلاح أنا كل ده بتكلم من وجهة نظر ليفر بول تكلمت على وجهة نظر محمد صلاح اللي قدرها باحترافية كبيرة وقال لك أنا أتمنى أن أنا أتواجد في ليفر بول لنهاية نشواري ده كان موقف محمد صلاح لكن وجهة نظر ليفر بول فيه اللي بقول لحضراتكم المحاور ديت اللي بقول لحضراتكم عليها وده محاور فعلا تعاقد مع إدارة محترفة الجزء كمان زي ما بقول لحضراتكم الدريسنج روم الدريسنج روم مهم جدا أن كمان عندهم لعيبة لعيبة كبار نتكلم عن فاندايك نتكلم على ساد يومانيه نتكلم على أرنود نتكلم على لعيبة كتيرة جدا جدا وارد خلال السنوات اللي جاية أو الأيام اللي جاية يكون عندهم كمان فرصة للتعاقد أو تجديد العود وبالتالي نظرة القائمين على يعني التعاقد مع محمد صلاح في ليفر بول بيبصوا لهذه المحاور طب هنجدد لصلاح بكل طلباته دي طب لما ييجي الدور على ساد يومانيه طب لما ييجي الدور على فاندايك وبالتالي المحاور اللي بقول لحضراتكم دي عليها محاور مهمة جدا جدا من خلال مشوار التفاوض في تجديد تعاقد مع محمد صلاح لكن في النهاية أنا بتكلم بكل أمانة في النهاية إن من وجهة نظر الشخصية إن محمد صلاح زي ما بيقولوا كده يعني الناس تقعد معاه واللي عايزه محمد صلاح يجاب ليه بقول كده أنا بقول كده من وجهة نظري على مستوى الفني على مستوى ده محمد صلاح التفاوض مع أفضل لاعب في العالم لازم يكون بهذا المستوى لكن زي ما بقول لحضراتكم جزء العاطفة بيتشال إلى حد ما في عملية التفاوض مع تجديد العود عملية فيها عمليات محاور كتيرة جدا يمكن ذكرت لحضراتكم ثلاثة أربع محاور وزي ما بقول لحضراتكم يمكن إحنا كمصريين نتمنى أن محمد صلاح كمان يجدد تعقده في ليفر بول لأسباب عديدة شفناها قد إيه هو عنده ثقة في نفسه قد إيه أن البريميال ليج يناسب محمد صلاح وأعتقد محمد صلاح يلعب في أي حتة في العالم لكن أعتقد هو يعني البريميال ليج الأفضل لمحمد صلاح انتقاله حتى لو ريال مادريد باريس سان جرمان أعتقد مش هيكون بهذا يعني التقلق لمحمد صلاح